الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله مع موضوع عظيم جدا ألا وهو الكلام عن آداب يوم الجمعة وشيء من أحكام صلاة الجمعة يوم الجمعة وما أدراك ما يوم الجمعة أنزل الله سبحانه وتعالى صورة في القرآن تسمى بصورة الجمعة يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي المسلمون عندهم ثلاثة أعياد عيدان سنويان وعيد أسبوعي عيدان سنويان عيد الفطر بعد رمضان وعيد الأضحى والعيد الأسبوعي الذي يعود كل أسبوع هو يوم الجمعة اليهود أظلهم الله عني يوم الجمعة وهكذا النصارى وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة يا إخواني المسلم هو الحقيقي هو الذي يعظم يوم الجمعة يوم الجمعة حددت فيه أحداث عظيمة جدا فأبونا آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة راح أبونا آدم خلق يوم الجمعة وهكذا أدخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها يوم الجمعة كما جاء بهذا الحديث الصحيح وتاب الله عليه يوم الجمعة كل هذا دلت عليه الأدلة ومات أبونا آدم يوم الجمعة والنفخة تكون يوم الجمعة والصعق يكون يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة أحداث عظيمة ينبغي للمسلم أن يعظم هذا اليوم ولهذا يا إخواني من استغل يوم الجمعة من سائر أيام الأسبوع فهو على خير كثير هذه كلمة عظيمة قالها بعض السلف من استغل شهر رمضان من شهور السنة فهو على خير عظيم ومن استغل يوم الجمعة من أيام الأسبوع فهو على خير عظيم ولهذا المسلم يوم الجمعة يزداد جهده في العبادة يزداد مقداره يزداد مردوده من العبادة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أداب الجمعة هناك أداب قبل الجمعة وهناك أداب أثناء الجمعة وهناك أداب بعد الجمعة أما قبل الجمعة فهو ليلة الجمعة يعني الخاميس ليلا سمه ليلة الجمعة كي يقولوا غدوة الجمعة الخميس في الليل ليلة الجمعة يستحب فيها مع يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا توفيق من الله أن المسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم ولكن يوم الجمعة ينبغي أن تكتر ولا تستغرب والله بعض الصالحين يصلي في هذا اليوم على النبي صلى الله عليه وسلم أهلاف المرات لماذا يا إخواني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا أكتروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي أنت أيها المسلم باسمك محمد عمر زيد الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فلان يصلي عليك فينبغي الإكتار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حبد أن ترفع صوتك في بعض المرات حتى تنبه الغافل حتى تعلم الجاهل أما صباحة يوم الجمعة اعلموا يا إخواني أن أفضل صلاة هي صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة لاحظ أفضل صلاة هي صلاة الصبح لكن صلاة الصبح يوم الجمعة في الجماعة هي أفضل صلاة عند الله لأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو نعيم والبيهقي أفضل صلاة صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ولهذا أنا كنت أخاطب بعض الناس قلت لا نحن لا نراك تصلي معنا الصبح طيلة أيام الأسبوع ما هو العدر قال أنا أعمل وهذا في الحقيقة ليس بعدر لأن الحمد لله ألاف الناس يعملون ويصلون صلاة الصبح في المسجد طيب يوم الجمعة يوم الجمعة أنت لا تعمل فلماذا لا تصلي صلاة الصبح في المسجد فأفضل صلاة هي صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ومن خصائص هذا اليوم يوم الجمعة ومن أدابه أن الإمام الذي يصلي بالناس السنة أن يقرأ في الركعة الأولى صورة السجدة وأن يقرأ في الركعة الثانية صورة الإنسان هكذا كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى صورة السجدة وفي الركعة التانية صورة الإنسان لا يقرأ صورة السجدة لأن فيها السجدة وإنما لأن صورة السجدة فيها تذكير للإنسان بمبدئه وبمعاده كذلك من أداب يوم الجمعة قراءة صورة الكهف صورة الكهف يا إخواني يوم الجمعة سنة سنة مباركة يعني سبحان الله بعض الناس كل الأسبوع لا يقرؤون القرآن هجروا القرآن كل أيام الأسبوع فلا تضيع على نفسك أن تقرأ صورة الكهف يوم الجمعة فإن من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة أضاء لهما بين الجمعتين انظر إلى الفضل العظيم أضاء لهما بين الجمعتين وفي رواية وزيادة ثلاثة أيام وسبحان الله وأنت تقرأ صورة الكهف يوم الجمعة لا تشعر بالملل سبحان الله كنا نمكت بعد صلاة الصبح في المسجد كل واحد يقرأ صورة الكهف حتى اللي ما يكونش في نيتها يقرأ صورة الكهف إذا رأى الناس يقرأون صورة الكهف فإنه سيقرأ صورة الكهف ولا تشعر بالملل لأن صورة الكهف يغلب عليها طابع القصص ما تحس قصة مقصة قصة أصحاب الكهف قصة أصحاب الجنتين قصة آدم مع إبليس باختصار قصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين والفائدة أن الذي يقرأ صورة الكهف يوم الجمعة يدي فائدة أخرى أنه بدون شعور سيحفظ صورة الكهف كذلك من أداب يوم الجمعة الإغتسان يسن للمسلم وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب أن يختسل يوم الجمعة يختسل ويبالغ في التنظيف قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل فلما تذهب يوم الجمعة إلى المرشات أو تختسل في بيتك تختسل كغسل الجنابة ولكن تبالغ في النظافة كما نقوله تستعمل الصابون والشامبوان وماذا بيكم يكون الغسل قريب من وقت الذهاب إلى المسجد يعني في فصل الصيف النهر طويل لو تختسل بعد صلاة الصبح على الساعة الخامسة صباحا وأنت لا تذهب إلى المسجد إلا مع السانعة الثانية عشر يجوز هذا لكن الأفضل أن يكون الغسل قريبا من وقت الذهاب إلى المسجد حتى تبقى الرائحة حتى تبقى النظافة كذلك يسن اليوم الجمعة أن المسلم أن يتطيب يدير الريحة العطر الرائحة العطرة يمس العطر والطيب حتى لو لم تجد طيبا تمس من طيب زوجتك حتى كما تقاش الريحة يدير ريحة إلى زوجتك ويسن أن يدهن يدير الزيت الزيتون في شعره ويدهن ويسن أن يلبس أحسن التيام يا أخواني يوم الجمعة عيد المسلمين ماذا بك يكون عندك توب خاص ليوم الجمعة توب مكوي بعدد لسيمة توب الأبيض تلبس لأن هذا يوم اجتماع المسلمين لماذا سمي بيوم الجمعة لأنه يوم اجتماع المسلمين يلتقي المسلمون في محفى العظيم فتذهب في أبها في هندام جيد تلبس القميص لا تذهب في مهنة العمل تلبس أحسن التيام تلبس القميص الأبيض وإن استطعت أن يكون عندك توب خاص بيوم الجمعة فهذا والله من أفضل ما يكون كذلك من أذاب الجمعة التبكير وهذه سنة مهجورة بل أول سنة هجرت في الإسلام هي سنة التبكير للأسف الآن تذهب إلى الساعة الثانية على الساعة الثانية عشر إلى المساجد ماذا تجد تجد ربما تجد فقط كبار السن ربما تجد صفا بينما التبكير إلى المسجد فيه فضل عظيم فإن من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا بدنا يا جماعة جمل ناقق شكوه فينا يقد يتصدق بناقق شعر يدير الناقق الآن 15 مليون 20 مليون أكثر فإذا بكرت ذهب في الساعة الأولى بكرت يعني بعد صارات الصبح مواشرة بعد ما تطلع الشمس فكأنما تصدقت ببدنا ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا إحنا سمحوني إحنا رنن قرب بيضا رنن رحق على الساعة الخامسة وربما بعضنا لا يذهب إلا والإمام قد صعد إلى المنبر على بالكم كل إمام يسعد على المنبر الملائكة هناك ملائكة على أبواب المساجد رهما يسجلوا الناس يبكروا فإذا صعد على المنبر طوت الملائكة الصحف حتى تدخل إلى المسجد وتستمع الدكر فينبغي أن نبكر إلى المسجد ويستحب المشي إلى الجمعة تروح أنت ماشي أفضل خطوات هي الخطوة التي تذهب بها إلى المسجد يوم الجمعة على بالكم لي يغتسل من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى هذا الإنسان الذي يحقق هذه الصفات ويقرب من الإمام ولا يتكلم كل خطوة يخطوها إلى المسجد بالشرط السابقة يعني يغتسل ويكون سببا في اغتسال غيره ويبكر ويمشي إلى المسجد ولا يتخطى الرقاب ولا يتكلم أثناء كلام الإمام كل خطوة عندك أجر قيام سنة وصيامها يا جماعة شكون فينا يجب يصوم قاع العام وشكون فينا يجب يقوم كل يالي السنة لما تحقق هذه الصورة تكرتها لك وتمشي إلى الجمعة إلى المسجد وانت تمشي كل خطوة كل خطوة أجر صيام سنة وقيام سنة هذا الحديث لم يأتي في فضل الجمعة مثله وهو حديث عظيم كذلك يستحب الاكتار من السواك يوم الجمعة قال عليه الصلاة والسلام لقد أكترت عليكم في السواك فيستحب أن تبالغ في السواك فإذا ذهبت إلى الجمعة إلى المسجد فقبل أن يخرج الإمام املأ وقتك بالخير صلي الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذهبوا إلى المسجد يصلون ولا زالوا يصلون حتى يخرج الإمام ومن باب الفائدة أن الجمعة ليس لها راتبة قبلية وإنما مطلق النفل قعد غير تصلي ممكن تنوع هناك من يقرأ القرآن الكريم هناك من يسبح هناك من يأتي بالباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر اشغل وقتك بالخير ويستحب لك أن تقرب من الإمام كالناس يبكروا الجمعة بصح يجلسون في الصفوف الأخيرة والسنة أن تدنو من الإمام حتى تستمع إلى الخطبة فإذا خرج الإمام وخطب وصل فبعد صلاة الجمعة هناك أداب الأداب التي تكون أثناء الخطبة هذه سأتكلم عليها في الحصة القادمة أما بعد صلاة الجمعة فالسنة أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات نوع مرة صلى ركعتين ومرة صلي أربع ركعات ونبع على شيء جماعة كي سلم الإمام بعد الجمعة كين الأذكار استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله اللهم أنت السلام ومنك السلام بعض الناس مجيبهاش بعد الجمعة كذلك الراتبة ركعتين أو أربع ركعات وأكثر من الدكر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كمل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا السنة أغفن عليها ممكن أن نذكر الله عز وجل قبل الجمعة لكن من فينا يذكر الله بعد الجمعة وآخر شيء أختم به الدعاء الدعاء فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يصلي وهو قائم إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل كين ساعة يوم الجمعة مدى بكم أدعي في كل يوم الجمعة في كل يوم الجمعة ولكن ركز على ساعة وهي ساعة قبل بين العصر والمغرب بين العصر والمغرب كين ساعة الدعاء فيها مستجاب احرص على الدعاء في ذلك الوقت وفي كل يوم الجمعة هذه بعض أداب الجمعة والحديث له بقية في الحصة القادمة إن شاء الله فكونوا معنا في الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة